بساكم الله بالخير بكلمكم اليوم عن خلطة منزلية رهيبة للتفتيح ليش رهيبة؟ الأول شيء عليها دراسات مصدر هذه الدراسات الأكاديمي الأمريكية الأمريكان أكاديمي أيضاً عليها تجارب ناس إيجابية لذلك أحب هذه الوصفة أو الخلطة المنزلية وداماً أنصح فيها مشكلتها الوحيدة أن الجلد ما يمتصها بسهولة لذلك لازم نخلطها بمرطب هذا المرطب يخلي البشرة أو الجلد يمتص هذه الخلطة الطبيعية عشان التفتيح طبعاً لها فوايد ثانية غير التفتيح تمنع الحبوب، مضادة أكسدا أنتي أيجنج لكن عشان يمتصها الجلد أو البشرة الوجه لازم نخلطها بمرطب فشل النوع المرطب؟ لازم نختارها بعناية مرطب الوجه لازم يكون غير دهني مائي وما يسد المسام ولا يطل الحبوب فدائماً أنصح بكريمات الهايدرا مرطبات الهايدرا ميديهايدرا أو بيديرماهايدرا مرطبات الهايدرا المائية تساعد على امتصاص الخلطات للجلد وأيضاً يكون مرطبات حتى بدون فاستخدام كريمات ترطيب الهايدرا، ميديهايدرا أو بيديرماهايدرا هذه الكريمات اللي أنصح فيها دائماً لكن أنا أفضل بصراحة ميديهايدرا لسبب أنه ما في عطور فراقرنس فري أما البيوديرما الهايدرا فيه فراقرنس فيه عطر فلما تعرفون تحطون العطر على البشرة ممكن يهيج البشرة شوي سبلت تهيوجات ممكن أحياناً يسبب سبل وهي سمار فدائماً أنصح بالكريمات الهايدرا تستخدموا ميديهايدرا أو بيديرماهايدل ولكن ميديهايدرا أفضل لأنه خالي من العطور فأنا دائماً أوصف ميديهايدرا أكثر من بيديرماهادر لكن دائماً أستخدموا كريمات الهايدرا هي المفيدة، هي الخفيفة على البشرة لا تسد المسام ولا تطلع وتخلطونها بالخلطة الطبيعية اللي حين بكلمكم عنها الناس اللي تحب تستخدم شغلات طبيعية على البشرة تعطيها تفتيح، تعطيها نظارة، تمنع الأحبوب لها فوايد كثيرة، أنصحكم بالكركم، الترمرك علي دراسات في الطب موجودة المصدر في الأكاديمية الأمريكية وهذا من المواقع المعتمدة عندنا كطباء وأيضا عليها تجارب وروفيوز من الناس إيجابية فلما يجتمع الطب أو الدراسات مع تجارب الناس أكيد رح ننصح في هذا المكون الطبيعي طبعا فوايدة كثيرة، يعطي تفتيح، يمنع الأحبوب، مضاد حي وطبيعي مضاد أكسد ويعطي نظارة للبشرة مشكلة الوحيدة أنه ما تمتص البشرة بسهولة فلذلك لازم دائما نسوي خلطة وبشرح لكم شنو هذه الخلطة اللي تخلي البشرة تمتص وتستفيد من الكركم لأنها يعتبر سولد، صلب يعني فإحنا نبيكن سيمفلود عشان تمتص البشرة بسهولة الآن بشرح لكم شنو طريقة الخلط هذه ملعقة صغيرة من الكركم بعدين نحط ملعقتين نفس الحجم من الماء بعدين نحط شوية ميدي هايدرا أو بيو ديرما هايدرا ونخلطهم بالحالة هذه رح يصير قوامة سيمفلود فتمتص البشرة بسهولة لازم نستخدم كريمات الترطيب الهايدرا من بيو ديرما أو من ميدي عساس سنة شنو هذه الكريمات الهايدرا مائية فتسهل الامتصاص وبالتالي أيضا ما تسد المسام ولا طال الحبوب هذه الخلطة رح حيل تسهل امتصاص واستفادة الجسم أو البشرة بشرة الوجه من الكركم والناس اللي ما تحب اللون الأصفر اللي يطلع من الكركم وتسأل أي نوع من نوع الكركم نستخدم النوع العادي الطبيعي لكن الناس اللي ما تحب اللون الأصفر على البشرة ستقولون راح يروح مع الغسيلات حاتون ما راح يستمر هذا اللون الأصفر لكن الناس اللي ما تحب أيضا اللون الأصفر بوقتها ما يحبونه حطوا ربع كفشة مو مشكلة ربع كفشة من الكركم وكثروا ماي أكثر وكثروا مرتب أكثر كل ما كثرنا الماء مرتب على الكمية الكركم كل ما قلل اسفرار ترجمة نانسي قنقر